سعياً لتحقيق مصالحهم وأحكام قبضتهم على البلاد يقومون بارتكاب أفعال متعمدة ويبتغون بها هدفاً آخر ففي السابع والعشرين من فبراير عام 1933 وبعد أربعة أسابيع من أداء أدولف هتلر اليمينة الدستورية بصفته مستشاراً لألمانيا استهدف الحزب النازي مقر مبنى البرلمان وأشعل حريق الرايخستاغ كذريعة للإدعاء لأن الشيوعيين يتآمرون ضد حكومة برلين وعلى خطى هتلر هناك اتهامات موجهة للرئيس التركي رجل طيب أردوغان بانتهاج السيناريو نفسه تقريباً حيث كشفت وثائق موقع نورديك مونيتور السوادي أن برلمان أنقرة لم يتم قصفه في 2016 ورجح التقرير أن هذا القصف ما هو إلا تنفيذ لأوامر عليا ضمن مؤامرة لتهميش الرقابة التشريعية والقضائية فحسب الوثائق استخدمت محاولة الانقلاب كذريعة لاعتقال وحبس نحو 90% من الجنرالات بالإضافة إلى 30% من القضاة وبناء على ثغرات المدعي العام بدأ ظاهراً تمس الأدلة وتضارب التقارير لا سيما في الضرر الذي لحق بموقع الانفجار ونوع القنابل المستخدمة وما يدعم رواية المقتنعين بهذه النظرية فإن فحص موقع الانفجار لم يتطابق مع خصائص قنبلة من طراز جي بي يو تين فشهادة العقيد أورهاني كلكان مدعمة بأقوال الجنرال أكين أوزتورك المحكومين سنة 2019 بالسجن المؤبد أوضحت أن مثل هذه القنبلة كانت ستؤثر على منطقة يبلغ قطرها 600 متر على الأقل في حين أنها حقيقة لم تتسبب في أي أضرار على المنطقة هذه الدلائل التي نشرها نورديك مونيتور تدعم بقوة رواية الذين يصفون ما جرى في 2016 بأنه مؤامرة مدبرة هدفت إلى تحويل السلطة في تركيا إلى سلطة الرجل الواحد إسراء صغير العربية